أستاذ محمد وابل في الكواليس أعطت لي ربما أحد الحلول وقلت لي يا ترى هل القائمين على عملية الإنقاذ الشاب محجوبي عياش هل يستعملوها قلت لي يجب استعمال كاميرا يعني هذه النقطة حل من مجموعة من الحلول ستقدمها لنا بعد قليل إن شاء الله هي الحقي ما قلت لك أول حاجة هو التسخيص يعني عملية كما الطبيب يعمل تسخيص قبل ما يعطيك الوصفة الطبيعية يعني الحاجة البسيطة هو نزلنا كاميرا حتى لو نعملناها بطرق بداية حبيلة وشاسيون بوا وحط كاميرا وباتري بس تشوف الوضعية تاو إكزاكتور أنا معلا بليش اللي عملوها لما عملوهاش لكن هذه باديهية تقدير بها الأمر الأول اللي تقوم به حتى تعرف الوضعية هل يديه الآن محصورين أم يديه مطلقين في السماء لأن هذه راح تغير كيفاش راح تتعامل معه والثاني الشيء المهم أن هذه الأمور لازم تقوم بها في الساعات الأولى لأنها كما تزيد الزمن كلما الأمور كلما أنا من حبش نكون كما يقوله بيسيميست لكن هذه هي الواقع كلما يطول الزمن كلما حضوظ النجاة تقل معه فهذه من البديهيات الأولى هذه الحاجة البسيطة يعني نعرفها كيفاش يكون كيفاش راح تحصور نتكلموا معه نتفعلوا معه والأمور هذه بسيطة لأنه في البداية كان يتحدث مع العديد من الأشخاص كان يرجع لهم لكن الآن بلاك نقص لأنها خمس أيام على بالك وليسان ما نشعر في هل كلامك لاش هل نزلوا له المواد يعني بسيطة يعني كما نقوله نعرفوش الوضعية نعم أستاذ محمد وابل تابعت معنا نطلب فقط من الزملاء أنهم يعطونا صور لعمليات الحفر هل تعتقد أنه تلك العمليات هي ربما الأنجع؟ أنا أظن هذه الطريقة اللي شوفوها يعني معلو وليم شوفوها لكن على بك لازم تتعامل مع التربة الآن لأن العمق اللي راح نزل فيه هو 30 متر وعلى بالك في الجيولوجي نبدأ بالتيران سكون أبلزون لزونة التيري أي الطبقة الهشة اللي تأخذ فيها 10 مترات 15 مترات قريبا اللي تكون فيها الأطربة مهش لكن بعدها ندخلو في التيران وكلما ننزلو العمل على الثقل والجاذبية الآن الصخور تكون متماسكة وصلبة جدا فالحفر اللي بدأوا فيه معلو كان أسهل الآن كلما ينزلون كلما يكون لهم أصعب لأنك راح تتعامل مع صخور جدا صلبة وش راح تتعامل الآن الحفارات كانت تحفر بطريقة سهلة الآن وش راح تجلس راح تتعمل طريقة أخرى أنك تكسر الحجارة وهذا ربما يؤدي ذر صيد يعني الهزات هذيك راح تقدر ذرك يكون هو في الأنبوب يعني فما نش عارف أنا ما شو قولك يعني بكل صراحة جوكرو أنت أمونا أبو الأفي يتفالي ديجا دل ديبو يعني يكلمون ناس مختصين خاصة في الجيولوجيا خاصة المهندسين اللي يشتغلوا في الماينينغ لمن؟ لأنهم يعرفوا هذا الأمور ما يعيشينها وعطيت لي حل صباحة اليوم عندما اتصلت بك من أجل استضافتك الحل ستعطيهنا لكن بعد هذا الفصل